ورحم ورحم يا رمضان فاصل زمني مليء بالروحانية يعيشه اليمنيون إنه رمضان المحمل بأصوات التسابح والتهاليل وروائح اللحوح والمطبخ اليمني الذي يزدان ويعمر بمختلف الوجبات يزداد الإقبال على الأسواق نتيجة زيادة الاستهلاك خصوصا تلك المنتجات المرتبطة عادة برمضان الذي يعد موسما هاما لتسوق الأسرة اليمنية غير أن للحرب في اليمن تبعات وظروفا غيرت أوجها لحياة لدى اليمنيين غير السنوات الأولى كانت قيل وأنت مستعد رمضان ومستعد متبعي رمضان ومرحب رمضان أبا هذه السنة أسف تعجز الأسرة اليمنية عن توفير متطلبات هذا الشهر بسبب الارتفاع الحاد للأسعار وضعف القدرة الشرائية شهر رمضان هذا يستقبل الناس في اليمن بقصة في قلوبهم لأن الشعب اليمني تعود في رمضان أن يشتري كل ما لذ وطاب متعود الشعب اليمني أن يحتفيه بشهر رمضان ولكن للأسف الشهر هذا أتى والشعب اليمني نص الشعب اليمني بلا رواتب والأسر تعاني فيما الحرب تدخل عامها الرابع يعيش نصف السكان تحت خط الفقر تزيد من الأهباء والتكاليف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين خصوصا في رمضان وهو الأمر الذي حال دون فرحة الكثير باستقبال هذا الشهر الكريم على كيفية استقبال رمضان لليمنيين هنا في مارب نلاحظ أنه ارتفاع الأسعار بشكل جنوني من ناحية الإيجارات الإيجارات الناس قدام مش طائقة أغلب الناس قدام خلاص يعني يشتوا يخرجوا من البيوت اعتاد ليمنيون على الأنشطة الخيرية في رمضان عبر مؤسسات وجمعيات خيرية تعمل هذه المؤسسات على تقديم المساعدات على الفقراء والمحتاجين وتجسد صورة ناصعة للتكافل الاجتماعي غير أن هذا العام كما يبدو أكثر تعقيدا كون شريحة واسعة باتت تحت خط الفقر تنتظر ما يخفف معاناتها لا سيما مع انقطاع المرتبات وانعدام مصادر الدخل الحر لشريحة واسعة من اليمنيين كل ما يمر به البلد لم يثني اليمنيين عن الاحتفاء بقدوم شهر البركة على أمل أن تنفك هذه الأيام العاصبة عن كاهلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر